وهذا القانون يعني يأتي وكأنه أقسى من تلك القوانين ويراد له أن يطبق وإذا طبق بطريقته وعلى الجميع وبالتالي سيذهب نصر الشعب العراقي إلى السجن لأن العراقيين كلهم الآن متمردين كلهم رافضين كلهم يشعرون بالضيق والحرمان والجوع وعدم الاستقرار السياسي وعدم السعادة وحتى المعلومات نتحدث عنها بوسائل الإعلامة وحتى بالسوشل ميديا نكتبها بتغريدات أو ببوستات شو يقدر أميز أن هذه المعلومات مسل من أمن القومي أو ما تمسل أها ما هو المصلح العليا وموضوع الأمن القومي هو كل القوانين وكل النقاط والفقرات الموجودة في القانون هي تذهب باتجاه إخافة المواطن أنت عندك مواطن عراقي مختلف عن كل مواطن في الكوكب هذا أول شيء المواطن العراقي إنسان غير سعيد يشعر بالحرمان والحزن أنت مواطن عراقي يولد حزين كئيب يعني مريض نفسيا وتيجي أنت تجيب لقوانين يعني وكأنه تدفعها للشماعية المستشفى الأمراض العقلية ممنوع لا تروح لا تيجي فقط طبقة سياسية ونخبة سياسية تحصل على أموال على امتيازات على شركات دولة يصبحون رموز ويصبحون مقدسين بالنسبة للمجتمع وما حد يقدر يحكي عليهم وما حد يقدر يوصل لهم وما حد يقدر يناقشهم إذا كان الموضوع يتعلق مصلحة الدولة العليا من تشريع القوانين طيب مصلحة الدولة العليا الآن أنه أنت مشرع قوانين مصلحة الدولة الآن أن لا تشريع قوانين أن تعتمد على القوانين التي لديك وتطبقها بحرفنة وتطبقها بعقلانية وبهدوء حتى لا تتلهم أحد ليش؟ لأن الشعب مثل ما قلت لك الشعب العراق كله الآن محتقن وكله معترض وكله قابل لأن يسجن الموضوع الآخر أنت الدولة العراقية حتى اللحظة غير مستقرة أنت ما عندك نظام سياسي مستقر هوية الدولة غير واضحة حتى اللحظة لازمنا نتنازع بيننا كعرب على الهوية الهوية الدينية العراق شيعي سني مسلم تعددي دولة مدنية دولة دينية العراق كردي العراق تركماني العراق عربي العراق سني العراق شيعي العراق شنو العراق العراق بأي اتجاه رايح ضمن محور المقاومة مع إيران ضمن محور السعودية والتطبيع ضمن محور الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المحور الروسي العراق شنو الآن الآن السياسة العراقية يفشل حتى اللحظة في تحديد هوية هذه الدولة